نستكمل مع بعض إزاي أجيب المجال بتاع دالة الجزرية زيتها قس زوجي والمثال اللي قدامنا وي بتساوي الجزر التربية الـ X تربية ناقص 5X زائد 6 قلنا إن المجال هيساوي أفتح قوس كل X اللي تنتمي للR تربية بحيث ما تحت الجزر اللي هو X تربية ناقص 5X زائد 6 يكون أكبر من عسل الصفر دي متبينة أحلها بالطريقة اللي تعودناها في المتبينات ألاقي إن المجال بتاعي هو عبارة عن فترتين من صف من سالب مالنهاء للاثنين ومن ثلاثة المالنهاء والاثنين والثلاثة المغلقة على حسب ما تعودنا قبل كده المثال اللي بعد كده Y تساوي الجزر التربية الـ X تربية زائد 1 X تربية زائد X زائد 1 يبقى أقول المجال بيساوي كل X اللي تنتمي للR بحيث إن X تربية زائد X زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر لو عايز أعرف X هنا بتساوي كام أعمل إيه هحلل واشوف إيه القيم اللي تخلي X اللي تخلي المقدار ده قيم X اللي تخلي المقدار ده يساوي الصفر ومثلها على خط العدد لكن لو بصيت هنا إن X تربية زائد X زائد 1 أكبر من أو يساوي الصفر ملهاش أصفار يعني دائما وأبدا هذا المقدار إيه هذا المقدار موجب وبالتالي يبقى الدمين بتاعه ومين هو R مثال يقول Y بتساوي الجزر التربيعي لواحد زائد X على واحد نقص X ده جزر زوجي يبقى أنا هاخد ما تحت الجزر اللي هو واحد زائد X على واحد نقص X واقول إن هو لازم يكون أكبر من أو يساوي الصفر دي متبينة الحالة الثالثة بتاعتنا لو حد فيكو متذكر أيوا بالزبط كده إن أنا أجيب أصفار البسط وأصفار المقام ومثلها على خط الأعداد واشوف ما هي المناطق المجابة وما هي المناطق السلبة هلاقي إن الحل بتاعي هو الفترة من ناقص واحد إلى واحد ليه من عند ناقص واحد مغلقة لأن ناقص واحد هو أصفار البسط ليه من عند الواحد مفتوحة لأن الواحد ده هو أصفار المقام اشتركوا في القناة